السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية يا سادس كل عام وأنتم بألف غير. اليوم الاحد التاريخ ستة وعشرين اربع الفين وعشرين الحصة الثانية الصف السادس المادة الحاسوب وحدتنا برنامج اكسل واسم درسنا اليوم شريط قائمة سياق. طبعا هذا الدرس يا سادس هو اخر درس في مادتنا لهاي السنة. احنا بإذن الله هيك ونكون ختمنا المادة كاملة. اول اشي نشوف شريط قائمة السياق اللي هما وجعلنا فيه شريط القوائم شايفين كيف شكله ويتكوى من مجموعات. ضرور نحفظ شكل الشريط. شريط قائمة سياق. طبعا يعتبر هذا الشريط يا سادس من اهم اشرطة القوائم في برنامج الجدار الالكترونية. لانه اللي بيميز برنامج جدار الالكترونية عن باقي البرامج بالأوفيس ان هي امكانية اجراء المعادلات العمليات الحسابية والمنطقية. فحشان انا هيك هاي العمليات مهم بجيبها. فجيبها من هذا الشريط. فحشان هيك انا بالنسبة لي مهمة. شو بيميز برنامج اكسل عن برنامج الورد او عن برنامج اكسس او الاخري. قدرت هذا البرنامج على اجراء العمليات الحسابية. وهاي العمليات الحسابية السادس موجودة في ذلك الشريط. يحتوي على مجموعات تتعلق بالاقترنات والعلاقات الرياضية والاحصائية والمنطقية. احنا رح نعرفها بشكل عام. لان احنا اخذناها قبل ابلها بالدروس. شفنا هاي الدلة اخذناها كيف احنا ممكن عملية السام. الجمع. الافرج. اخذنا عملية الكونت. اه ارقام الحساب. الماكس. المن. الاخري. ممكن من خلال تلك الدالة في شريط. شريط قائمة صية. اوجد تلك الدالة. في عنا دالة الاتسام. اللي هي الجمع التلقائي. كلها اخذناها يا سادس. يعني هاي الوحدة عبارة عن مراجعة سريعة. يا ريت يا ميس. تفتح معي كتابكم صفحة مية وعشرة. مشان نطبق المثال. رح نشوف يا سادس التطبيق العملي لشريط قائمة صيغ. عنا بتمنى منكم تفتحوا كتابكم صفحة مية وعشرة مشان نطبق المثال. المثال مطلوب منك اول اشي ادخال تلك البيانات. اسم الطالب. اللغة العربية. علامات اللغة العربية. علامات الحاسوب. المجموع. علامات مادة الحاسوب بعد الزيادة. المجموع بعد زيادة علامات الحاسوب. والمعدل بعد الزيادة. اول اشي نشتغل احنا بالمجموع اللي هي المطلوب رقم واحد. قم بحساب مجموع علامات مادتي اللغة العربية والحاسوب لكل طالب. هناك طريقة تانية يا سادس من اجل حساب المجموع. اما باستخدم الاوتوصان. او اني بعمل كالتالي. بحط اشارة اليساوي. بعين على الخلية الاولى. زائد. الخلية رقم اثنين. انتر. اطاني المجموع. بدي اطبقها على باقي الخلايا. بنزل بالمؤشر. هيك اطاني المجموع لباقي الخلايا. طيب. هلأ بدي علامات المطلوب رقم اثنين اللي هو صفحة مية واثناش. المطلوب قم بزيادة تلات علامات لكل طالب في مادة الحاسوب. فانا اول اشي بدي احط اشارة اليساوي دائما يتذكر لازم احط اشارة اليساوي مشان يعرف جهازك انه هاي معادلة حسابية. حطيت علامة الحاسوب عينت عليها. قلنا زائد قديش حكينا تلاتة. حطينا اشارة اليساوي. بعدين عيننا على علامة الحاسوب زائد ثلاث. اعطاني علامة الحاسوب بعد زيادة الثلاث علامات. بدي اطبقها على باقي الخلايا. نفس الاشي. حطينا المؤشر اخرها. وكملت. هيك اعطاني علامات مادة الحاسوب بعد الزيادة. المطلوب اللي وراه. العمود اللي وراه. المجموع بعد زيادة علامات الحاسوب. يعني بدأ اجمع علامات الحاسوب بعد الزيادة مع علامات اللغة العربية. فحطيت اول اشي اشارة اليساوي. علامة اللغة العربية. زائد. علامة الحاسوب بعد الزيادة. اللي هي ايتو انت اعطاني المجموع لها. نفس الاشي دي اطبق على باقي الخلايا. آخر مطلوب إلنا هي المعدل بعد الزيادة في طريقتين رح نعمل يا سادس آخر عامود وهو المعدل بعد الزيادة هناك طريقتين يا أما أنت بتحط إشارة اليساوي ونحط المجموع هايها F2 بتحط إشارة تقسيم تنين هيك عطاك المعدل أو الطريقة الثانية إن أنت بتروح على شريط قائمة الصياغ ونختار insert function فإحنا منختار هايها زي ما كنا نعمل عليها الأفرج المعدل نحن نطبق إحنا الطريقة الأولى والتاني أول طريقة شفناها كلياتنا مع بعض الطريقة التانية قلنا حطينا إشارة اليساوي رحنا على شريط قائمة الصياغ اخترنا المعادلة قلنا منا إيش ماله الأفرج متحط؟ في أي سؤال عليها؟ نتأكد منها آخر مرة هايها شفتوها ننطبقها يا سادس نحط المؤشر هيك ومننزل فيها للأخير عشان يعطيني المعدلات لكامل الطلاب لهون يا سادس أنا بكون أنهيت المادة بشكل كامل يعطيكو ألف عافية وبرجأ بحكي هيك وكون ختمت المادة بإذن الله وأنا جاهز لأي استفسار يعطيكو ألف عافية شكرا شكرا